اشتركوا في القناة الانتخابي والسباق الانتخابي الحين نحن تقريبا في نص الطريج نعم تقريبا في نص الطريج إذا نبدأ تكلم الحين عن القراءة الثانية لواقع الانتخابات والمرشحين تم اقفال باب الترشح الحين الوضع تقريبا شبه مستقر أكثر وضوحا نبدأ بالدائرة الأولى القراءة الثانية اليوم شا تقول شوف أبو عزيزة وشيء في الدوائر ما زال مسيطر حالة الهدوء مثل ما احنا في القراءة الأولى قسناها على حالة الهدوء فقدان الحالة الانتخابية القراءة الثانية ما زال حالة الهدوء موجودة قد يكون في القراءة الثالثة اللي هي قد تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة قد يكون هناك عادة الحالة الانتخابية إذا عادت الحالة الانتخابية تتخير كل الأرقام والدراسات تتخيرها بس بين قوسين بشكل سريع جدا هذه حالة الهدوء اللي لا زالت مستمرة ومسيطرة طبيعية؟ لا مطبعية جدا مطبعية لكن لأنني أرى أن الشاهد الوضع هذا السياسي اليوم في حالة التراجع قد تتراجع لنسبة المشاركة وقد يكون هناك تغيير في كل الدوائر إذا حالة الهدوء ما زالت مسيطرة لكن هذه ليست جيدة في العملية الديمقراطية عموما لأن التراجع هذا قد يتبع في مراحل متقدمة حالة أقوى للديمقراطية ومطالبات أعلى في الديمقراطية لأن استقرار الوضع الديمقراطي مهم جدا لكن النزولة سيؤدي إلى صعود أعلى الفترة القادمة فأنا أرى أنه خطر نزول الحالة الانتخابية ندعو لمشاركة بحيث أن يكون هناك مشاركة في الدوائر ويكون مشاركة انتخابية إيجابية فاعلة تخدم هذا البلد نبدأ بدائرة الأولى القراءة الثانية عندنا الدائرة الأولى عندنا في مقاعد مقمونة مقاعد منافسة قوية مقاعد منافسة المقاعد مضمونة خاصين حسن جوهر وعبدالله المضف وعيس الكندري يعتبرون خاصين لكن لم يتعرضون لهجمة مرتدة ناجح ناجح خذ نجح ثاني من المكون فهذا يتضر مثلا ناجح ناجح حسن جوهر كعملاق سياسي ورجل وطني ناجح ناجح قد يعني يتسبب ارتداد لحسن جوهر فأنت ممكن في لقاء سابق في البرنامج هني ذكرت أنه ممكن يأثر على حسن محمد جوهر حيات كذلك عبدالله المضف عبدالله المضف ناجح ناجح اليوم قاعد يتعرض لهجمة هجمة من قوة خارجية هذا بسبب مواقف اتخذها في المجلس السابق مواقف وطنية في دفاع الملعام هذا قد تسبب لعبدالله هجمة مرتدة وهم في نفس الإشكالية أنه ناجح 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 موجودة ما زالت موجودة ناجح ناجح وأيضا موجودة قاعد يتعرض لهجوم من بعض الأطراف التي تحول أن تعرقنا بسبب أعمالها للدفاع الفترة السابقة الدفاع الوطني عن قضايا الملعام أيضا عيسى كدري قاعد يتعرض نفس هذه الإشكالية يعني عيسى عادة وضع يكون ثابت ومستقر مازال ثابت ومستقر من الذي قاعد يسحب من عيسى إن عيسى ناجح ناجح هو ما في المكون فيه نزول لكن أي مكون فيه نزول آخر كلمة ناجح ناجح الضر بما أنه يعني من ضمون عيسى خلينا نجح واحد ثاني هذه الضر الضر عيسى أكيد الضر عيسى لأن عيسى رجل يتميز بالاتزان السياسي والعلاقات مع كل أطراف الخصوم الأطراف المتنافسة مع كل أطراف المؤيدة المعارضة يعني معروف عنه صاحب علاقات واسعة ناجح ناجح الضر عيسى كندري طيب هذا الثلاثة المضمونين المضمونين نروح لمقاعد المنافسة عندنا وسامة الزيد وخالد الطمار وأحمد لاري وسامة الزيد عنده يعني التزم بالخط الوطني من بداية الانتخابات وهو أوائل من الناس يعني من الأوائل الناس اللي يعني التزمت بالخط الوطني وصاحب طرح يعني جيد وانعكس على الحالة الانتخابية خاصة النشاط البرلماني وانعكس على الحالة الانتخابية مستقر من المقاعد المنافسة وسامة الزيد وسامة الزيد خالد الطمار عنده نشاط انتخابي يمثل قبيلة العوازم نجح لأول مرة في الانتخابات الماضية بالمركز العاشر أعتقد من المقاعد الثابتة في الداخل وضع الآن أفضل من الانتخابات أفضل أفضل فيه رأي عام حوله أحمد لاري لا يزال من المقاعد المستقرة وعنده قاعدة صلبة على الرغم من الدخول سيد عدنان مع حملة سيد عبدالصبد المصطفى يعني صار عند أحمد لاري شوية التراجع ولكن التراجع النسبي عموم المكون المكون الشيعي ما زال فيه يعني الأخبطة مش مرتبة يعني إلى الآن يعني الأخبطة انتخابية فيحتاج يعني يحتاج أكثر الترتيب لكن أحمد لاري مستقر على الرغم من التراجع يعني ثم المنافسة عندنا حمد المدلج يعتبر من المقاعد المنافسة المتقدمة ما عنده إشكالية وأيضا عندنا أسامة الشاهين أيضا من يعني المقاعد المنافسة حسنا وضعهم في هذه الأسبوع الأخيرة عادة الدوخي يعني ما زال مستقر على الرغم من التراجع عند عادة الدوخي فيه تراجع لكن ما زال مستقر في في المنافسة في المنافسة ما زال مستقر في المنافسة أيضا عندنا أسماء نحن طبعاً دائماً في الدوائر أبو عزيز من المقعد الثامن إلى المقعد الثلاثة عشر هذا متغير إلى اللحظة الأخيرة إلى قبل تقريباً أذان الفجر إذا أذان الفجر تطلع النتيجة مثل بعض الناس ينام يلقى شخص ناجح يقعد بالنوم يلقى طلع صندوق واحد يفرق الحسبة من الثامن إلى ثلاثة عشر هذه دائماً في خطورة عندهم من أبرز الأسماء؟ نحن ذكرنا أن السامد الشاهين عادل الدمخي لا هذا لي قلنا غير المدلج وغير الشاهين وغير الدمخي نحن نتكلم من التاسع إلى الثامن يديش معانا الشاهين وعادل الدمخي أيضاً داود معرفي وحسين الحريتي محمد الداهم اليوم مكون العوازم منافس وفي رأي عام حوله ومن التيار الإسلامي فهذا كلها يعني تعطيه مؤشرات أن المنافسة محتدمة وحسين الحريتي أيضاً وحسين الحريتي من ضمن المنافسة وأيضاً من المكون العوازم قال تعطي المنافسة محتدمة تأكس روح منافسة ليست سهلة علي الكندري ومحمد جوهر حيات وعلي نصير هذين الثلاثة منافسة؟ لا من الثمانية تسعة إلى الثلاثة عشر صالح عشر داش ومحمد جوهر حيات يعني هذه الأسماء كلها قاعدة تنافس يعني الدائرة الأولى علي الكندري مو داش لا علي نصير مو داش بس طبعاً أقوية و يحصوا عرقام متقدمة لكن نتكلم عن الخمسة عش ما زال يعني ما زال لم يدخل الخمسة عش اللي ممكن أيضاً يدخل المكون الشيعي أيضاً متوقع أن يكون للفترة القادمة يعني قاعد يشوف في الصعود الفترة أخيرة باسل البحراني كونه من مكون حساوية والحساوية أكبر مكون موجود داخل البيت الشيعي فهذا يحصل عرقام ما عندهم علي القطان؟ علي القطان وباسل البحراني من هو الذي وضعه مستقر أكثر؟ عشوف أن باسل البحراني وضعه مستقر داخل حساوية تحركاته الاجتماعية قاعد أشوفها مرتبة أعتقد أن بدا يدخل الصعود التدريجي هذا الصعود التدريجي بدأ يدخل منافسة من الصعود التدريجي هذه باختصار القراءة الثانية sí القراءة الثانية أنا سألتك السؤال قبل في قراءتنا الأولى و قلت لي ما في أحب سألك نفس السؤال في القراءة الثانية ويمكن ما تتغير الجواب في القراءة الثالثة لكن في القراءة الثانية كان هناك مفاجأة في الدائرة الأولى حتى الآن هو المفاجأة الدائرة الأولى أعتقد الى الآن مستقرة لكن اذا وصلنا للقراءة الثالثة عسsce اقدر اقولك هناك مفاجأة في العوازم و مفاجأة في الشيعة تم اقول لك ه THERE Li'Ahan لم تضحط كلهم يعني في نشاط اثنين في نشاط في المكون العوازم وفي نشاط اثنين عندهم نشاط في مكون الشيعة هل يكون أبو عزيز في مفاجأة أم لا أو قد تكون المفاجأة الأكبر لكي الآن ما تتحت معنا قد يكون المفاجأة الأكبر أنه لا تغير في الدائرة الأولى لا تغير قد يكون لندخل معنا اليوم قبل أن أصل إلى الستوديو آخر قراءة عندنا الدائرة الأولى شفت أن الخريطة الدائرة الأولى مستقرة المراكز في تغير المراكز مستقرة بالأسامي لكن الأسامي قد يكون هذه المفاجأة لا تغير أو في المفاجأة الثانية داخل بيت شعي وداخل عوازم نحن ما زلنا ندرسها أعتقد لم تكن واضحة لكن نشوف الحالة الانتخابية لكن قد يكون لا تغير في الدائرة طيب هذا الدائرة الأولى القراءة الثانية للدائرة الثانية شو تقول اليوم؟ القراءة الثانية للدائرة الثانية طبعاً نحن الدائرة الثانية ذكرنا أن فيها شراع في المراكز الأولى شراع الأرقام تبدل الأرقام الأرقام من يكون الأول في الدائرة؟ المقاعدة المضمونة عندنا مرزق الغالم ومحمد المطير فقط هذا المضمون فقط مضمون كلاهما ينطلق من قاعدة صلبة لما أقول مرزق الغالم قاعدة مضمون يعني صعب التراجع والسقوط لما أقول محمد المطير مضمون يقولك صعب يكون في تغيير المنافسة على الرقم من نيب رقم أكثر هو حتى الرقم مواضح واضح بالنسبة لي واضح الرقم واضح في الدائرة الثانية يعني مرزق الغالم راح يكون يحصل على رقم متقدم يعني منافسه يعني تقدم مو كما يقال لكن راح يكون في المركز الأول والرقم مواضح ثم محمد المطير في المركز الثاني ويكون رقم أيضا واضح طيب هذا المضمون المنافسة القوية بدر ملا الدكتور بدر ملا منافس قوي يعني عنده محافظة على قاعدها الرغم من التراجع الكبير في الأرقام لأن نداية الثانية صراع أرقام وليس صراع مقاعد الشعيب علي شعبان أيضا يعتبر منافس قوي محافظة على قاعدها وذكرنا مرة السابقة أنه دخل على المكون الشيعي الحضري اللي في المناطق الداخل أقصد دخل عليهم يعني فيه عنده دخول وجيد يعني تواجده الدكتور حمد المطر أيضا يعتبر من المنافس القوي ومحافظ على قاعدها وقاعد يعني يعمل بشكل جيد إذا رحنا لمنافس هنين نبدأ شوف إحنا قلنا في الدائرة الأولى من المقعد الثامن متغير إلى رقم 13 الدائرة الثانية هناك متغيرات من المقعد الخامس أو السادس إلى مقعد 15 لأن مازات هذه الدائرة مخاض فيها طويل عسير إذا رحنا من المنافس متقدم الدكتور فلاح ضاحي الهاجري منافس متقدم أيضا عندنا بدر نشمي يعني يعتبر منافس قوي متقدم خليل الصالح يعتبر منافس طاري خليل الصالح خليل الصالح إذا وضع معناته شعيب أفضل عندكم من خليل نعم خليل أنا عندي في تراجع الرقم في تراجع خليل إذا وشعيب في تقدم هذا الآن يعني القراءة الثانية خليل في تراجع وشعيب في تقدم عندنا عبد الوهاب العيسى عبد الوهاب العيسى ما قلت لا هو منافس قوي ولا من المنافسين منافس منافس نعم عنده تراجع وعنده عنده في دروب داخل نعم كنتكلمنا عن بدر الملة قبل أن عنده تراجع بحكم أنه كان مع الحكومة وكان وزير لا ذكرنا أنه قطب حكومة قطب حكومة نعم أنه كان قطب حكومة حتى في مقابلة الأخيرة كان يدافع عن الحكومة هذا بدر الملة عبد الوهاب العيسى المنافسة اشتدت في المكوون الحضاري في منافسة في التخوات الماضية ما كان مرزوق الآن موجود اليوم إذا مرزوق موجود فأعلم أن حسبة الدائرة تتغير يصير في تغير عبد الوهاب العيسى يعني مستقر المنافسة لكن المتأخرة يعني عنده في تأخر أيضا عندنا علي الخالد وعبد الله الأنبيعي أيضا داخل المكوون الحضاري نفسون لكن المكوون الحضاري دائما يكون له خمس مقاعد أربع مقاعد خمس مقاعد صعب أنه يروح أكبر إذا ذكرنا أنه خمس مقاعد وعبد ذكرنا مرزوق الغانة ومحمد المطير وبدر الملة فيبقى كرسيا تغريبا إذا وضعنا حمد المطر وحمد المطر وحمد المطر وعبد الوهاب العيسى وعبد الله الأنبيعي يعني عندنا الآن سبعة صارت سبعة ومقاعدين ففي أثنين افتراض شيعة افتراض ثنين مقاعدين شيعة بالمكون السني الحضاري سبعة في أثنين مرح نشوفهم في البرلمان يأكيد لا أسم طبيعي طبيعي لأنك إذا قلنا خمسة من المقاعد الحضارية واثنين شيعة القبائل ثلاثة إلا إذا الشيعة مثل ما ذكرنا في القراءة الأولى يصر لهم كرسي واحد كرسي واحد بس إذا صار لهم كرسي واحد هذا راح يكون لصالح السن الحضار ولا القبائل في الثانية عندي اسم قبل يبدأ يصعد فترة أخيرة اللي هو نوافة بهيش العازمي بدي يكون رأي عام داخل القبيلة قد يعني يصعد نوافة بهيش سبق من العوازم بالثاني ينجح هو إذا كان صافي هم ثلاثة المرشحين لو كان فقط واحد مبروك كرسي مبروك كرسي إذا كان فقط واحد لكن الآن في ثلاثة نازين إلا إذا استطاع واحد منهم يكون رأي عام داخل القبيلة أنه هو الأقوى يصعد فإذا أخذ كلامك بأسامة الشيعة سيكون بين واحد إلى اثنين واحد إلى اثنين القبائل سيكون بين ثلاثة إلى أربعة نعم ثلاثة إلى أربعة والمكون السني الحضري سيكون بين خمسة إلى ستة نعم خمسة نحن نتكلم عن الماكسيموم في كل مكون عندي ثلاث مكونات القبائل من ثلاثة إلى أربعة الشيعة من واحد إلى اثنين المكون الحضري من خمسة إلى ستة زاد المكون الحضري في نقص يكون في الشيعة زاد المكون القبري قد يكون نقص في المكون الحضري و هكذا يعني نكمل أسماء أبو عزيز عندنا وفهيس ذكرنا فهذا أبو شيء بمقابية مطير يعني يعتبر منافس قوي داخل ضمن الإطار الخمسة عشر عندك مثلا هويدي صحن الهاجري يعتبر من ضمن المنافسين داخل مكون القبائل من بني هاجر أيضا عندي إشكالية أخرى عندي قبيلة بني غانم فيها أربع مرشحين الأبرز حامد محري البذاري و عبداللطيف عدنان لحريجي هل يستطيع واحد منهم يكون رأي عام أنه هو الأقوى والأقرب بالنجاح إذا حامد محري يكون قد يكون قريب إذا عبداللطيف لحريجي هو اللي يكون يكون قريب لكن إذا ما زالت المنافسة محتدمة أعتقد في صعوبة داخل مكون بني غانم أيضا في إسم حضري ما ذكرنا منافس قوي لكن ما زلنا في الدائرة الثانية في إشكالية من المركز السابع في إشكالية فهد المسعود يمثل التيار السلفي في الدائرة أيضا منافسة يعتبر منافس ومنافسة متقدمة لكن ليس منذ العشرة ما زال متراجع لكن في إطار الخمسة عشر المرشح الخمسة عشر هذه كلها ما زالت القراءة الثانية القراءة الثانية لكن متى تكون القراءة صحيحة الأسبوع الأخير الأسبوع الأخير مع قياس الموجة العامة في موجة عامة أو ما في موجة عامة إذا اشتدت الندوات والمقابلات أعتقد يا أبو عزيز ترتفع الموجة العامة مختلفة و القراءات تكون مختلفة هذا القراءة الثانية للدائرة الثانية القراءة الثانية للدائرة الثالثة نعم الدائرة الثالثة أنا كنت كاتب تغريد أبو عزيز أبو عزيز قلها بالبرنامج نعم والله بقول لها ببرنامج الدائرة الثالثة دائرة دائما ليست هذا اللي سميت أنت الحرب العالمية الباردة الباردة الثالثة الحرب العالمية الثالثة وانتقلت الحرب العالمية باردة دائما الحرب العالمية الباردة في علم النظريات السياسية دائما يذكر أن الحروب الباردة دائما نتائجها مش مباشرة يعني صراعاتها دائماً ما تكون واضحة الخسراء ما يكون واضح الخسران دائماً يكون مش واضح وعلى مدى طويل يبدون أن الدائرة الثالثة فيها مفاجأة بدأت تتضح بعد حصر الأرقام بدأت تتضح أن هناك مفاجأة في الدائرة الثالثة وين الاختراق وين راح يكون؟ يعني بالقراءة الثالثة أعتقد راح تكون واضحة لكن شنو المفاجأة؟ ما حد راح يلاحظها وفيها توقع غير المتوقع والسقوط هو في التغيير كل راح يكون فيها تغيير احنا ما كنا نتوقع في أسماء يوم من أيام تسقط في الدائرة الثالثة على مرة انتخاباتها الأخيرة لكن أحياناً في حالة هدوء 2020 كان حالة هدوء في الدائرة الثالثة هدوء تام آخر أسبوع اشتدت الموجة أيام كورونا ما كان فينا دوات كان مقابلات إذا تذكر ابو عزيز أيام الطريق إلى البرلمان برنامج الطريق إلى البرلمان آخر أسبوع اشتدت الموجة لما اشتدت الموجة صار تغيير نسبة تغيير 70% في الدائرة الثالثة الآن حالة هدوء ما حد قاعد يلاحظ التغيير ما حد قاعد يلاحظ كلما تكلم واحد يقول لك الثالثة سبع ناجحين سبع ناجحين أي واحد تتصل عليه السبع خاصة اللي هم عبدالكريم أحمد السعدون مهله المظف مهند الساير حمد العبيد جينان بو شهري عبدالعلي الصقعوي خاصة هذا مؤشر خطر في الدائرة الثالثة خطر خطر جدا لأن التغيير ما يكون واضح أحيانا يتسلل داخل الفئات إلى أن يصل وراح يبين معنا المضمونين منه؟ عبدالكريم كندري طبعا عبدالكريم وأيضا أحمد السعدون و عبدالعزيز الصقعوي و مهله المظف مقاعد مضمونة في الدائرة مهلهل و قلت لي السعدون عبدالعزيز الصقعوي و عبدالكريم كندري موضوع ناجح ناجح هذا ممكن يؤثر عليهم؟ دائما مؤثرة و دائما أسماء تسقط بسبب ناجح ناجح وأيضا أعطيك نحن الذي يسأل بالثالثة مثلا من الأسماء التي تفضلت فيها ذكرتها تتكلم عن مهلهل المظف يقول لك ناجح 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 دعنا نرى واحد ثاني هذا الخطر الذي قاعد يتعرض لها أنا أرى مهلهل المظف اليوم قاعد يتعرض لخطر خطر خطر شديد وأنا سميته خطر انتخابي أنك حالة الهدوء اللي قاعد تعتري الدائلة ما في موجه عامة ما رح تكسب أصوات من الرأي العام كل الأصوات عبارة عن كونتاكت تواصل مباشر بينك وبين الجمهور بينك وبين الجمهور قاعدة انتخابية زي في أصوات دائما تأتي لمهلهل وعلى الصقع والسعدون وكريم دائما في أصوات عبارة عن أصوات رأي عام تجيك أصوات إنتمات ألابنان جيت صوتنا عمار تقي أنا ممكن ما يعلم عمار تقي أنني صوتت تلفيدي انتخابات هذه أصوات تسمون أصوات الرأي العام الموجة العامة أحد الناس المتضررين في الموجة العامة هو مهلها للمضف اليوم غير موجه عامة وكل يقول يجب أن يقومي ناجح مهلها ناجح كلما تناجح هذه أضرت المهلها المظف تجد قاعد يتراجع في الدائرة وقد يصل للمرحلة الخطر الانتخابي هذا يحصل عبد الكريم الكندلي للجوم يعني دكتور عبد الكريم لا مواقف كل بajo يقوله بعمل أن يجهل الأول عبد الكريم الأول في الدائرة هذا قاعد أيضا يضر عبد الكريم قاعد يتراجع يستعدون أن لا يسقط لأي شيء في الانتخابات أسمهم أن لا يسقط هذه الانتخابات مهما كان اسمك مهما كان اسمك يعني ما في شيء يسمى سقوط لكن احنا يعني دورنا اليوم قد يكون هناك مضمون ما قد مضمون ناجح حتى لو سقط يعني أو تراجع قاعد التراجع إلى التاسع انت المهم بأسامة قاعد يتركز على جزئية أساسية أن حتى الأسماء المضمونة خطر جدا أن نمشي وراء كلمة ناجح ناجح نعم نعم خلاص انت نغتنع مع فنان روح اطى الصوت ما لك شغل ناجح موناجح لا ما فيه أنت صوتك عطوا ما لك شغل في النتيجة ترى دائمًا ما نستخدم هذه القاعدة المنافسين أنا منافس مثلا عايزي مثال الأحمد السعدون أو منافس المهل هل ونفس التوجه قد يكون نستوجه أقول والله مهل هل المضف أو أحمد السعدون أو عبد الكريم الكندني ناجح ناجح خل نجح الصلاحيين صح أكيد بس خلال كل واحد يروح لقناتها لأن هذه انتخابات قواعد انتخابية مون انتخابات رائعة أي واحد يتهاوم في كلمة ناجح ناجح يعني أنا أعتقد أنه سوف يكون خارج المشهد الفتا القادمة إلا يدارك إلا أن يدارك نفسه ويكون يعني فيه هناك حل هذه الجزئية الخطيرة في الانتخابات طيب هذان الأربع المضمونين مضمونين منافسين مهند الساير فيه تراجع ذكرنا عنده مهند الساير وتراجع جزئي وما أعلم إلى أين يصل هذا التراجع أو هل يعني يعني التراجع هذا قد يكون مؤثر بشكل كبير أو ما زال يعني يتوقف عند حد معين لكن فيه تراجع لكنه ما زال منافس قوي ويعني مواقفة وآداء السابق في الانتخابات يعني يجعل المهند يعني محافظ في المنافسة المتقدمة أيضا عندنا اسم ثاني يعني يعتبر منافس قوي ومحافظ له حمد العبيد هو يمثل تيار السلفي وعكس صورة إيجابية في المجلس السابق اللي هو المجلس أبوه ست شهور اللي هو مجلس 2022 المبطل كان أداء جيد نشاطة الانتخابي أو النشاطة السياسي وضع العزال جيد في الدائرة نعكس أداء نعكس على العمل الانتخابي وما زال في المنافسة القوية ويعني أعتقد أننا يعني ما عندنا مشكلة في الانتخابات ننتقل عندنا فقط ثاني منافسين قوية ننتقل إلى المنافسين وهو المنافسين عندنا في هذه الدائرة من المركز السابع أو المركز الثامن دائما يكون إلى المركز الثلاثة عشر أبرزهم لكن خلنا نروح إلى مركز خمسة عشر وعساس قد يكون أحدهم ينشط في هذا الأسبوع ونص فما يعني يكون يعني نظلم يعني حقا في التحليل لأنه قد يكون يعني في أحد يدخل عندنا جنان بوشهري تعتبر منافسة لكن جنان عندها تأثير التأثير هذا يأتي من إبراهيم دشتي وعبدالله غضانفر كلما زاد عبدالله غضانفر نزل إبراهيم دشتي لكن صعود واحد شيعي مع جنان قد يؤثر على جنان في هذه الدائرة أما ينجح ثاني من المكون الشيعي يكون واحد قبلي ما قعد قبلي ما يكون ثاني قبائل وثاني شيعة صعب في هذه الانتخابات أو ينجح ثاني من المكون القبلي واحد شيء لا زالت تحت الرصد يعني إذا نشط اثنين ضعف واحد شيء قلت لي جنان وقلت لي إبراهيم دشتي وغضانفر هذا إبراهيم دشتي وعبدالله غضانفر قد يؤثرون على المنافس داخل العشرة جنان بوشهري الأبرز في المكون الشيعي حتى الآن جنان جنان بوشهري ما زالت يعني منافسة متقدمة نعم لأن جنان قاعدة تخرج في أصوات شعية سنية قاعدة تروح إلى جنان أيضا إبراهيم دشتي عندها أصوات سنية لكن ما زلنا نقيس هل إبراهيم دشتي أو جنان على حسب نشاط عبدالله غضانفر هل يصعد للفترة القادمة إذا صعد يعني يضعف يعني يضعف إبراهيم دشتي أو يضعف جنان بوشهري يضعف واحد منهم يعني لكن الآن الدائرة ما زالت المكون داخل المكون خاصة فيه أربع من المكون الشيء الموجودين بعد فيه أربع من الرشحين ما زالت يعني تحت الرصد والمتابعة لكن هنتكلم عن الأبرز طيب بعد عندنا حمد العليان يعني عنده ثبات في المنافسة وأيضا عندنا سعدون حمد العتيبي عنده يعني ينطلق من قاعدة صلبة ما عنده مشكلة جراح الفوزان يعني أيضا من المنافسين في الدائرة من ضمن المقاعد العشرة كذلك عندنا في اسم بداية يصعد عنده صعود فتا الأخير الأخيرة اللي هو اللي هو يعقوب الصانع يعقوب الصانع ينطلق من كيفان وكيفان وكيفان ما في مرشح كيفان لا يعقوب الصانع وينطلق من يعني الخدمات اللي قدمها كنائب سابق وكوزير سابق جعل يعقوب الصانع في صعود عنده دخل للمنافسة كان يعني من ضمن الخمسة عشر الآن دخل المنافسة القريبين للعشرة قد يعني يكون عنده دخول يعني ومنه بعد عندنا أيضا من مكون قبلي عندنا مبارك العرو شوف المنافسة شون سابق كان تعطيك أسماء يعني في اسم بعد اسمين بعد يعني قوية مبارك العرو أيضا من مكون قبال قبيلة تمطيل أيضا قوي ومنافس في الدائرة وقد يعني يعني مبارك وسعدون حماد احنا الآن تحت الرسل صعود مبارك أثر على سعدون حماد سعدون حماد يؤثر على فارس سعد لاتيبي ففي حال طلع مبارك العرو قد يؤثر مش قد يعني يخرج سعدون حماد لأن نفس الشريحة شريحة القبائل في جنوب السراج قبائل خيطان أيضا مبارك العرو عنده خارج المكون عنده أصوات قاعد يأخذها خارج المكون هذا كله قاعد يعني يقاس الفتة القادمة يعني أما مبارك العرو سعدون حماد وكلما كبر سعدون حماد كلما صار فيه تأثير على مبارك العرو على مبارك العرو أو أو على فارس سعد العتيبي كون سعدون حماد العتيبي وفارس سعد العتيبي نفس القبيلة إذا دخل سعدون حماد داخل خيطان وتوسع في خيطان تضرر الفارس في خيطان فارس دائماً يحصل على الرقم الأول في خيطان في كل الانتخابات هو دائماً عالي رقمه طيب، بعد في اسمها ما نكرناها بالثالثة؟ الوقت بدأ يدركها عشان عندي بعد الرابعة و عندي بعد الخامسة يلا، أحمد نبي الفضل أحمد نبي الفضل يأخذ من المكون الشيء يأخذ أصوات كثيرة من المكون الشيء صعود عبدالله غضنفر و إبراهيم دشتي مع وجود جينان من ضمن العشرة منافسة في المقاعد التاسع يؤثر على أحمد نبي الفضل وأحمد نبي الفضل أيضاً يؤثر عليها لأن أحمد نبي الفضل يأخذ من عدة مكونات في الدائرة و عندها خطاب جري لكن يأخذ من المكون الشيعي؟ لا، أكيد، يأخذ من المكون السني و يأخذ من كل شراح الدائرة لكن لا تأثير إذا توسع في المكون الشيعي أثر على مرشح الشيعة لكنه يأخذ من كل مكونات و أيضاً عنده خطاب جريء ما زال تحت الرصد أما يصعد أو يكون بعيد ما عنده حل وسط أحمد نبي الفضل هذا يعني في كل انتخابات عودنا شديد يا يكون يعني مفاجأة الدائرة يا يكون يعني بعيد من المنافسة القراءة الثانية للدائرة الرابعة شو تقول؟ الدائرة الرابعة يعني والله يعني فيها صعوبات كبيرة سراحة يعني مهما ذكرت يعني الدائرة الرابعة يعني الإنتخابات لا يصبح لها طعم ما لها طعم ما لها طعم لكن إن شاء الله تكون واضحة يعني شوف الدائرة الرابعة عندنا ثلث مقاعد رشايدة و ثلث مقاعد قبلية مطير و ثلث مقاعد جهراء هذو خاصة هاي تسعة تسعة خالصة المقعد العاشر ثانافة عليه واحد من رشايدة واحد من قبية مطير وثلاثة من المقاعد الجهراء على المقعد الكرسي الأخير راح يكون هم بين الثلاثة هذا باختصار أدعي للرابع المقاعد المضمونة طبعا أبو عزيز أبو أقول لك على الدوائر الكويت الخمسة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الأربع دوائر إلى الآن لم يتحدد من هو الأول فيها في كل انتخابات عندنا الأول واضح منهم الثانية واضح من رزوق الظالم والدائرة الخامسة واضح حمدان العاسم الدائرة الرابعة مو واضح كالدائرة الثالثة وكالدائرة الأولى المنافسة المركز الأول بين منهم إلى الآن ما تضحت لكن المقاعد الأولى مبدئيا إلى الآن الشعيب الموجري مضمونين مضمون الشعيب ومحمد هايف ومبارك الطشة ومبارك هيف أربعة أربعة الشعيب الموجري ما زال في المقدمة الأول لكن ما زال الشعيب الموجري قاعد يذكرون عنه ناجح ناجح الشعيب خالص هذه الكلمة تؤثر أنا شعيب تؤثر على رقمه في الرابعة على الرقم أنا أتكلم على الرقم أتكلم على المركز المركز الأول ما زال الشعيب عندنا تأثير في الدائرة إلا أن يعني يحاول أن يعالجها إذا ما عالجها عند أشكالي في المركز الثاني عندنا محمد هايف وعندنا مبارك الطشة ومبارك هيف أعتقد عندهم ثبات واستقرار في المقدمة عبيد مو بالأربعة المضمونة لا مو مضمون عبيد المنافس القوي عندي ثلاثة عندي عبدالله فهاتل عنزي ما لم يتأثر بكلمة ناجح ناجح وإذا حاول أن يقولون ناجح ناجح قد يتكرر ما حصل في 2020 في 2020 أنا كنت مع مرتقي في نفس الجلزة وكننا نحلل قلت لك عبدالله فهاتل ناجح السادس لكن ما أطلعت النتيجة عبدالله فهاتل كان خارج العشرة سقط في 2020 الذي أثر عليه كلمة ناجح 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 نعتغيرها الآن عبدالله فهاتل نفس الفكرة عبدالله فهاتل ناجح ناجح نعتغيرها هذه الكلمة إذا انتشرت ما عالجتها الحملة انتخابية أقول لك عبدالله فهاتل يكون خارج المشهد إلا أن يعالج هذا هذا الأول محمد عوض رقيب من فخذ الدياحي من قبيل تمطير وأول مرة يدخل المنافسة اسم جديد اسم جديد هو ترشح انتخابات الماضية حصل على المقاعد الثنعش وكان عضو مجلس بلدي لكن في دخول منافسة الدائرة أعتقد الرجل يعني مستقر انتخابيا ويعني ما عنده إشكاليات ويتوقع يعني يتجه إلى قاعدة عبدالله السالم عبيد محمد الوسمي منافس قوي في الدائرة لكن هذه منافسة ما زلنا تحت الرقب تحت الرصد والرقابة قال ينرصد انتابع عبيد الوسمي هل في خروج أصوات دخول أصوات لاحي ممبين شيء ممبين شيء ليش ممبين هو منافس قوي في الدائرة عبيد كحالة انتخابية دائما قد يتأثر في ندوة الانتخابية ندوة الانتخابية قد تكون سلاح ذو حدين هو إلى الآن ما سوى ندوه إلى الآن ما سوى ندوه طبعا أما أن يكون عبيد الوسمي عالي جدا أو يكون عبيد الوسمي قليل جدا بإنعكاس الندوة تأثير الندوة بالأصوات يعني عالي جداً بالأصوات أو تكون أصوات تجعل أخر متى نقيم عبيد الوسمي بعد الندوات بعد المقابلات يعني تخبات الماضية كان عندها ندوة يوم الثلاثان تخبات يوم السبت أو يوم الثنين عند عبيد الوسمي تقريباً إذا أتكرر السبت بعد الندوة تغيرت الحال تخبية في الدائرة الرابعة الدائرة الرابعة تغير يعني داخل مكمن قبيع تنطير فحينا ننتظر عبيد عبيد ما زال مستقر عنده منافسة إلى أن نشوف شنو الفترة القادمة تفسر عنها أيضاً مش فقط لعني ندوة عبيد والندوات اللي داخل الدائرة يعني لازال فيها قياس وعندنا القراءة الثالثة يعني راح تتضح بشكل أقوى المنافسين عندي ساعد الخنفور وعندي ثامر صويت ساعد الخنفور ثامر مضامن كرسي لا منافس في الدائرة منافس بس مو مضامن دعنا نأخذ ساعد الخنفور ساعد الخنفور من 2008 هو ممكن أقدم الموجودين في الدائرة أقدم أقدم نائب في الدائرة في الدائرة الرابعة هو أقدم نائب نجاح 2008 2008 2009 2012 2013 2016 2020 2022 محافظة على نفس المقال محمد هايف نجح مع ساعد الخنفور 2008 لقد سقط في 2020 ساعد الخنفور ما زال محافظ على مقاعده يتراجع ينزل يعني ينزل يعني يرئي ساعد متقدم ينزل إلى مركز التاسع بس ما نزل خارج التاسع هذا ساعد الخنفور يعتمد على قاعدة انتخابية يعتمد على المعاملات يعتمد على قاعدة صلبة فوضع نوعا ما مستقر مستقر منافس نحطينا من المنافسين لكن ما زال وضعه مستقر ثامر صويت ثامر منافس قوي له مواقف صلبة أيضا و منافسته يعني ما زالت ثامر يعني تجعله في حالة استقرار لكن ما زال في المنافسة من مقاعد الجهرة الثلاثة المنافسة في الدائرة الرابعة لكن ما زالنا نحن نرصد ثامر صويت في هناك رزول يعني أعطيك الدائرة مثلا قبيلة تعريزة نازين ثنين قبيلة الرشايدة نازين ستة قبيلة تمطير ثمانية قبيلة شمر نازين ثلاثة العجمان واحد اثنين لكن اعتبر واحد شمر نازين ثلاث مرشحين وثين منافسين أقوية كل قبائل تصفية ثامر قبيلة الضفير ما فيها تصفية الحالة لا نازل معه أربعة 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 خالد شليمي كم رقم ضفير ثلاثة ألف أنت متكلمة أربعة تأش ألف بالضبط نازل ثامر صويت مرة اللي طافت بالقراءة الأولى قلت أن رقم النجاح تقريبا من كم خمسة تلاف وسبعمائة رح يوصل يعني إذا أنت خمسة تلاف وخمسمائة أنا عندي أربع مرشحين أبي أوزعهم على أربعة هو ما فيه ما توزع ثامر صويت الأعلى ثم يأتي فواز منشد الضفيري وخالد شليمي والدكتور أو المحامي جراحك حصان لما تتكلم عن مثلا على سبيل المثال نشوف نقيس المرشحين الضفير إذا في واحد منهم عند أرقام عالية ما زال تحت المتابعة والذي هو فواز منشد الضفيري إذا أرقام أصعدت قاعد تصعد أرقامه قاعد أشوف عنده صعود في تعاطف مع فواز إذا فواز صعد يؤثر على ثامر لكن هنا قدرة ثامر على قوة خطابة قوة توسع القاعدة الصلبة ثامر يعتمد من المرشحين يعتمد على القاعدة الانتخابية ويعتمد أيضا على الرأي العام العام كانت موجة عالية حصل ثامر تقريبا على 5400 صوت لكن المرة لا يوجد رأي عامة اليوم لا يوجد موجة عامة لازم ثامر يأوض يدخل على مكونات جديدة حتى يصعد ويحصل يعني رقم أعلى من 5500 صوت مع يعني يحاول أن يكون يعني هو رأي عام داخل قبيلة الضفير لكن ما زاد ثامر منافس من المنافسين عندنا قبيلة شمر فيه مرشحين اللي هو مرزوق الخليفة وبدر السيار الشمري بدر السيار يعتمد على قاعدة الانتخابية ويعتمد على معاملات ووجود اجتماعي عنده حالة اجتماعية داخل القبيلة داخل قبيلة شمر وأيضا يعني داخل الدائرة خاصة في الجهرة في المقابل مرزوق الخليفة للتو خارج من السجن ويملك عاطفة ويملك رأي عام وصوت المعارضة القوي لكن هذا وحده لا ينفع أعتقد مرزوق لأنه لا يوجد صوت معارضة حين أصلا لا يوجد صوت معارضة الوضع أصلا هادية هدوء الانتخابي وأيضا مرزوق يعتمد أيضا على قاعدة الانتخابية لكن مرزوق وبدر السيار هذه خاصة في قبيلة شمر وسبح الله يعني التاريخ يعيد نفسه مرزوق الخليفة وبدر السيار في نفس البرنامج الذي ذكرناه سابقا كان مرزوق الخليفة والسلطة الغسم فقلت لي من هو شمر اللي راح ينجح مرزوق الخليفة أو السلطة الغسم يقول لي يحسم الرأي العام الفترة القادمة الرأي العام أنه هو الأقوى هو الأقرب الكرسي سوف تتوجه قبيلة شمر تعطي هذا المرشح إلى الآن ما تضحت تتضح أعتقد قبل الانتخابات بثات أيام أما تتجه شمر لغالبية من شمر مع بدر السيار أو مع مرزوق الخليفة التي تتجه إلى شمر أعتقد راح يعني يضمن كرسية من ضمن المقاعد المتنافسة أما إذا ما حد قدر يشكل رأي عام أعتقد أثنهم خسرانين أثنهم خسرانين مرزوق الخليفة وبدر السيار خارج مشهد الانتخابي الفترة القادمة إلا واحد يحسن في الرأي العام القبلي إنه هو الأقرب شمر أبناء قبيلة شمر إذا شافوا فيه واحد هو الأقرب الكرسي راح يصوتون له هذا اعتقادي ويعني خلال السنوات الماضية اللي كنا نحلل فيها قبيلة شمر بإتجاه هذا أيضا عندنا من قبيلة عنزة متع بالرثعان متع بالرثعان يعني كان ممثل كتة العمل الشعبي في الانتخابات الماضية في هذه الانتخابات نزل مستقل ما يمثل أي تيار ولكن نعتقد عنده يعني منافسة قوية يتضح معانا دخوله منافسة المقاعد الجهرة الفترة القادمة ما زال يعني في إطار المنافسة وعنده تحرك يعني جيد أيضا معاذ مبارك دولة ظهر معانا بالاستطلاعات الأخيرة معاذ عنده صعود عالي وهذا الصعود اللي قاعد يسعد من معاذ هو عبارة عن أبو عزيز معاذ قاعد يسعد كون فخذه هو فخذ العوانة من قبيلة الرشايدة سبع تلاف صوت هو المرشح الوحيد معاذ دوله هذا شيء لصالحة لصالحة طبعا أي مرشح في الكويت أي مرشح هو لا يمثل فقط المكون من يعتمد على المكون فقط لا ينجح في مكونات أخرى بجرد أن يشكلها قاعدة وأساس انطلاقة فمعاذ ما زال يعني قاعد يصعد صعود عالي في توجع عليه داخل قبيلة سواء في العوانة أو خارج العوانة أعتقد معاذ يعني عند الفترة القادمة يعني يعني أعتقد معاذ بدأ يدخل داخل دائرة المنافسة الجادة وأعتقد يعني في توجع عليه أيضا عندي فواز الجدعي الدكتور فواز الجدعي أعتقد أنه يعني منفخة علوة من قبيلة تمطير أعتقد أن فواز يعني يمثل صوت المعارضة وأيضا كخبير دكتوري أعتقد بدأ الآن فواز يشكل رائعا في صعود في صعود في صعود عند فواز لكن هذا الصعود إلى أي نتجة لا أحد يبين بالأسبوع الأخير بالأسبوع الأخير طيب هل الصعود يدخل داخل المنافسة مضمنا العشرة أو يخرجه لأن في أيضا من داخل قبيلة تمطير في أيضا واحد فيه قاعد يسعد من يسبق الثاني في الصعود والموج العامة يتضح في السبوع الأخير هو فواز الجدعي أم فائز الجمهور كلاهما يعني قاعد يسعد ويتضح في أسبوع الأخير في ثنين من قبيلة الرشادة لا زالوا تحت الرقابة ولا زالوا تحت المتابعة إذا فيه صعود عندهم اللي هم منه بشكل سريع قد يؤثر على آخرين خالد دلوم ومحمد الفجي محمد الفجي كرمز وطني وأيضا لأحد أبطال المقاومة في الكويت ولا تحركات واسعة ويمثل الصوت العالي في الدائرة أعتقد يعني بتحت الرصد أعتقد أن خالد لرفترة قادمة هالقراءة الثانية للدائرة الرابعة القراءة الثانية للدائرة الخامسة الأخيرة الإح أو المثل الصوت عن الدائرة الرابعة لكن هذه الدائرة بالأصعب من الدائرة الرابعة أنت طبعا قلت في الميزة الخامسة أن المركز الأول محسوم فقط حمدان العازمين دائما محسوم يعني حمدان العازمين في كل انتخابات يشتري كنافة في وقت النتائج المرشحين وعصابهم شادة ويبتعد المرشح يقعد معه يقعد الحالة يشوفه يتابع النتائج ثلاثة من ربعة حمدان لا قاعدت بين الجمهور وقاعدت يأكل شكلك أكلت من كنافة حمدان لا ما أكلت ما أكلت ما أكلت ولا أكلتها حمدان لكن كنتخابات تطلع الصورة قاعدت يأكل كنافة وبين الجمهور والناس مثلا الآن صيب شهر ستة لازم بدأ الكنافة برد أتوقع أن يغير لأن الرقم قد يزيد يزيد كنافة أو آيس كريم آيس كريم لكن يحتاج شغل أيضا حمدان قاعد يتأثر حمدان ناجح ناجح صوت الغيرة وهذا يؤثر على حمدان العازمي إذا ما عالجها أعتقد أن يكون عندها إشكالية طيب غير حمدان العازمي منه عندنا من أبرز الأسماء المنافسة دعونا ندخل هذا المضمون ندخل المنافسين الأقوية أساس يعني عندنا إشكالية مضمون بس عندنا حمدان حمدان فقط بروحه الدائرة الوحيدة اللي فيها بس مضمون واحد واحد حمدان عازمي كل الدوائر إحنا قلنا بين ثلاث أربع ضمونين لن تتشكل الأسبوع الأخير أبو عزيز لكن دعونا نقول لك نخرج كثير من مرشحين ليس داخل دائرة المنافسة ونركز على مجموعة مرشحين هم المنافسة الخمسة عشر الخمسة عشر فقط نروح لكل قبيلة مثلا عندي العوازم عندي حمدان وعندي أحمد أمطية وفهد فلاح بن جامع ومرشو بن حبيني وجابر بن حيلبي كلهم منافسة إذا استثننا حمدان الأربعة منافسين أقول لا يعتبرون يعتبرون منافسين كم عدد مقاعد العوازم المجلس المنحل اثنين 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 لأن كان نازيه تقريباً قناوة أربعين مرشح أتكلم عن عوازم عوازم الآن في هذه الانتخابات اللي نازيه من العوازم تقريباً عشرة التركيز على خمسة فهمنا لا تدهدنا بنتكلم عن حسبة أرقام إذا صار تركيز على خمسة ومن الثلاثة اللي صار في عشرين اثنين وعشرين ينجح من ثلاثة إلى أربعة ثلاثة إلى أربعة مضمونة إلى خمسة بعد أنت متوقع أن عدد فراسي العوازم بالخامسة سيزيد من الثلاثة إلى أربعة سيزيد الآن في تركيز على خمسة عوازم غير حمدان من الأربعة؟ حمدان أحمد أمطيع العازمي ومرزوق لحباني وفاهد فلاح بن جامع وجابر النحيل طيب إذا رحشت لأحمد أمطيع نائب 2012 ونائب في 2020 وفي 2020 كل الأسماء اللي تفضلت فيها كلهم عندهم مميزات اللي تأهلهم للدخول للمنافسة نعم كلهم عندهم مميزات ومؤهلات ممكن أن تصبح مفاجأة أن الخمسة يفزون؟ كل شيء وارد من الانتخابات وكل شيء وارد نظرية لكن إذا العوازم ركزت على خمسة إذا صار تركيز إذا فيه تركيز من ثلاثة إلى أربعة ناجح هذا يعني ملخص العوازم إذا كان فيه تركيز التروح الأجمال في الانتخابات الماضية عدد النزول في العجمال كان عالي جداً عالي عالي جداً كم تقريباً؟ يعني تقريباً وصلوا أظن يعني من 19 إلى 21 يعني مرشحين وشم واحد فاز من العجمال؟ ثلاثة ثلاثة واليوم؟ تقريباً مرشحين ثمانية والتركيز على أربعة إلى خمسة ثلاثة وابعاً اليوم أفضل من المرشحة أفضل والعجمال في 2020 كان هناك تشاورية أو فرعية وكان فيه ناس خارج الفرعية نجحوا ثلاثة يسمونها تشاورية 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 فرعية تشاورية خاصة حين بعد حكم المعكمة وكل الناس ثلاثة نجح في في 2020 22 نجح ثلاثة ومع نزول عدد عالي جداً فمعنات الحين إذا ثمانية أو عشرة أربعة رايحين أربعة أربعة ضامنين أربعة على العجمال من أبرز العجمال؟ يعني تقريباً الصيفي مبارك الصيفي عبداللهاندي ناصر العجمي وعندنا محمد المهان ومحمد نحويله خاصة خاصة طيب، لن العجمال عجمال خاصة خلصنا العوازم خلصنا العجمال تروح القبيلة حين أتكلم عن تقريباً 7 إلى 8 خالصين يعني بين العجمال وبين العوازم أخند العجمال والعوازم من 6 إلى 7 6 إلى 7 نعم مقاعد خاصة طيب، فنتكلم الآن الثلاث مقاعد المتبقية الموزعة على باقي المكونات الروح القبيلة بني هاجر عندي مرشحين 2 فقط من أصل 15 ألف مرشح الناخب في الدائرة 15 ألف ناخب ومرشحين سعود العصفور نائب المجلس المبطل وخالد سريع الهاجري مرشح في الدائرة تخيل معي خالد سريع وسعود العصفور فقط من 15 ألف هذا شيء إيجابي جداً إيجابي لو تصبح مجرد بس المكون من 2 أعضاء أو 1 عضو 7500 7500 15 تقول لي لا دائماً لا يحضر كل المكون لكن لو حضر المكون 10 ألف صفت 10 ألف 10 ألف النصف السليم أكيد كل واحد عندنا علاقات خارجية خلاص في السليم يعني سعود العصفور منافس قوي حتى يكون ضمن المنافس القوي خالد سريع منافس منافس يعني لن ينزل عن 11 صارت قبل أن الهواجر هواجر صارت قبل أن الهواجر بالخامسة يحسن على المقعدين؟ لا ولا مرة صارت ممكن أن تصير هذا المرضى؟ إلى الآن يعني ممكن ممكن نعم ممكن كل شيء ممكن قاد يقولك ممكن عجبان يروحون أربعة ممكن 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 نظرياً بحسبة أرقام أرقام يعني ممكن مفتوحة عملية لكن كل المرشحين أقوية طيب هذان الهواجر السعود العصفور قوي و خادس ريع أيضاً قوي طيب يعني إذا ما كان خادس ريع داخل داخل البوكس يعني ما داخل نظوم العشرة هاي يكون حاج عشر ثاني عشر طيب هذا خادس ريع هذان الهواجر بعد؟ نروح لأعتيبة أثنين فقط ممكن فيه مرشحين لكن الثانين أقوية خادم و نسع اعتيبي منافس قوي مضم المنافسين واحبت بنصميم لأعتيبي برقة و روك كلا هم على ستة لاف ستة لاف ستاة لاف ستاة يعني لو كل واحد فخض يأتي أعتقد يعني وضع رأيكم جيد طيب إذا إحنا ذكرنا شي بأن الأرقام السابقة اللي كانت موجودة في انتخابات الماضية ما رحتكم موجودة الفلكية اللي كانت موجودة لن تعود لأن الحالة الانتخابية مشمولة حد يا أصلاً إلى الآن نتكلم عنه في هدوء. أيضا عندي من منافسين أقوياء متقدمين. إذا خلصت من عتيبة قلنا خادم والنس منافس قوي، أحمد بن صبيم منافس داخل 15. بني هانجل، سعود العصفور منافس قوي داخل 15 خادس رياء 11. هاني شمس. هان خلصنا القبائل؟ لا، بس أذكره هاني شمس أنه كونه منافس قوي. هاني شمس يعني فيه المنافس القوي، وأذكر القبيلة التي يكون منافس داخل 15. هاني شمس أيضا منافس قوي. داخل. قبيلة مطير عنده مرشح يعتبر منافس قوي، وهو ماجد مساعد لمطيري. ماجد مساعد كان نائب في مجلس 2016، ونائب في 2022 المبطل، وأيضا قبيلة مطير قاعدة تتحول نفس ما حصل في قبيلة شمر. قبيلة شمر كان عندهم تشاورية في 2020، ودخلوا السجن قرابة سنة قاعدة في السجن، ونجح لهم مرشح داخل السجن، من نفس الفكرة عندهم قضية قبيلة مطير، وعندهم نائب سابق الذي هو ماجد مساعد لمطيري، أيضا عنده قضية، وماجد مساعد قد يدخل السجن لفترة قادمة، أيضا بسبب موضوع تشاورية، بسبب موضوع تشاورية، على مقاعد من التاسع إلى العاشر، أيضا عندنا قبيلة الدواسر، مرشحين، منتخبات الماضية، كان ست مرشحين، عددهم قليل جدا، ستة الاف وخمسمائة صوت، لكن في مرشحين، النائب السابق، ناصر الدوسري، والدكتور محمد مساعد الدوسري، أنا أشوف محمد مساعد الدوسري، من ضمن الخمسة عشر المنافسين، فيصل كندري، يعتبر من ضمنه منافسين خمسة عشر، أنا شكلتك الخريطة، كل القبيلة، لكن ذكرت من المنافس القوي، والمنافس الذي داخل خمسة عشر، الذي خارجي خمسة عشر، ما ذكرته، لأننا أتفقنا معك، قراءة الثانية الخمسة عشر، و سامة، القراءة الثانية ستكون الخمسة عشر، نعم، و سنركز أكثر إن شاء الله بالقراءة الثالثة، هذه كانت القراءة الثانية، و مرة ثانية أرجع أكد على الكلام و أنت ذكرتها في بداية الحلقة بأن لا زالت العملية الانتخابية هادئة، نعم، و ممكن كل شيء راح يتبدل في السبوع الأخير بعد ما تبدأ الندوات، وتحمل عملية، واللقاءات، والندوات، وتزداد، يعني إذا ازدادت حمل وطيس في الانتخابات، تتغير يعني، لكن نذكر الآن كل قبيلة من خارج منها قريب، داخل منافسة، من خارج منافسة، حتى تشكل عندنا عام، و يتحدد في الفترة القادمة إن شاء الله، إن شاء الله راح نشوف معك بورصة الترشيحات إن شاء الله في لقاءنا القادم، رئيس مركز طروس للاستشارات السياسية سيد محمد الثنيان، كل شكرا لك، كل شكرا لك يا أبو عزيز، إن شاء الله، نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة